ده كلام محترم من نجم كبير محترم الكابتن مبارك مصطفى الارالن طبعية يا جماعة مسؤول عنها اصحابها لما الجمهور بيحس بقيمة لعب بيقول فيه كل الاوصاف اللي هو عايزها اللي المفروض ما تزعلش حد لما غالبية الجماهير الكروية اللي بتحب فن الكرة ترى ان الكابتن محمود الخطيب اسطورة الكرة المصرية ده كلام ما يزعلش حد وانا هنا عايز اقف شوية عند رأيين احتاج فيهم للعدل سواء الدكتور متحة العدل او الدكتور جمال العدل والاتنين ناس عندها قدر من الثقافة عندها قدر من الوعي والمتابعة العامة وعندها انتماء لنادي الزمالك الكبير والمحترم الدكتور متحة العدل قبل كده طلع مستنكر ان الناس تلوموا على انه اختار شكبالة اهم لعب في تاريخ الكرة المصرية والرجل طلع يقولك يا جماعة ده رأيي انتو مش هتختارولي ده رأيي ايوه ده رأيك ويحترم وشكبالة موهبة بس تعالى بنفس المنطق لما جمهور الاهلي يرى في الكابت المحمود الخطيب اسطورة او عامة اغلبية الجمهية يطلع الدكتور جمال العدل زعلان من هذا التحديد زعلان من هذا الواصل لا الخطيب مش اسطورة لا انت مالك وانت اللي هتختار لنا لك الحرية الكاملة في انك انت وفقا لزوك وقناعتك وقناعتك تقول ان اي لاعب فلان احسن موهوب احسن لاعب احسن اسطورة احسن قيمة ده اختيارات ده الرأي الشخص لصاحبها ده قناعته وزوءه وادراكه ما حدش يقدر يحجل على حد ولا حد يختار لحد لكن ايه اللي يزعلك ان الناس شايف ان المحمود الخطيب اسطورة ما هو اسطورة حقيقية يقولك لا الاسطورة بالانجازات لا انت مش هتحط المعايير ما احنا فيه فرق بين ان انت هتحط انجازات رقمية على الارض او مستوى فني ومهاري عام كل واحد حر في قنعاته لما هنتكلم في الارقام المجردة زي نسبة الشعبية لا دي تقاس بارقام كده اقولك فين الاحصائيات وفين الارقام زي ما عرضنا المرة اللي فاتت انه مراكز البحوث مركز بصيرة احد المراكز القياس الرأي العام اتبع لمجلس الوزراء لما يقول 72% ونص اهلوية يبقى المسائل متآسة فنيا متآسة احصائيا لما ابسس الشركة الامريكية شركة قياسات الرأي العام وغيرها من المراكز البحسية اللي قالت ان مصر فيها 50 مليون بيشجعوا الكورة منهم 40 مليون اهلوي اقولك هذه مسألة تم قياسها علميا فيه رقم لكن الاراء الانطباعية مين بيتزوق مين ومين بيحب مين ومين شايف فلان ايه محدش له الحق في انه يحجر على حد فيها فمش فاهم ليه الناس بتتعرض لاختيارات الناس ثم تزعل لما الناس تنتقد اختياراتهم اما فكرة ان انا يطلع لعيب يقول الجنف الاهل بعشرة يدايق الناس يدايق برضو الدكتور جمال عد ده يدايق في ايه يا دكتور واحد شايف ان الجنف الاهل بعشرة انت شايف الجنف الحتة تانية بعشرين ده حقك بس ليه تزعل وليه تلوم اللي اختار ده اللي قيم علاقته بالنادي الاهل بهذه القيمة اللي بالمناسبة اللي بيقولها الناس اللي برا الاهلي الاراء اللي احنا عرضنا لهم ناس كانت مش موجودة في النادي الاهلي بس هي تعالية قيمة النادي الاهلي او ادراك قيمة النادي الاهلي او الاشهادة بقيمة النادي الاهلي تدايق حد اعتقد ده كلام عمر وكان في العدل